قدمت الفاتيكا ثلاثة ملايين يورو للكنائس في سيراليون وليبيريا وجينيا المشاركة في مكافحة فيروس إيبولا بحسب ما أعلن المجلس البابوي للعدالة والسلام وستوضع هذه الأموال في متناول مؤسسات تدعمها الكنيسة لشراء معدات صحية أولية ونقل المرضى وتجديد الهيكليات بحسب الكرسي الرسولي وسيخصص جزء من الأموال لسكان المناطق المعزولة في حجر صحي بالإضافة إلى مساعدة العائلات واليتام المصابين بهذا الفيروس وكان الكاردينال فيتر توركسن من جانا الذي يترأس المجلس البابوي للعدالة والسلام قد قصد سيراليون وليبيريا في منتصف كانون الأول ديسمبر